يني ألاشم أراجي واسطة نقل جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس التاسع والثلاثين من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المتوسط الثاني يابان جلاريشن تركشا إسطنبول كتاب بيكي المستوى الرابع نحن الآن مع درس الكتابة والمحادثة الأخير من الوحدة الثانية يقول لنا اكتبوا موضوعاً عن واسطة نقل تخترعونها أنتم لو أنتم أردتم أن تخترعوا أن تصنعوا واسطة نقل فما هي أوصافها استفدوا من هذه النقاط وتحدثوا عنها سنقرؤوا هذه النقاط ثم يطرحوا علينا موضوع المحادثة ندأوا بموضوع الكتابة يقول لنا قل جكتا سيزدان بير ألاشم أرجي يقمنز استيورلار قل جكتا في المستقبل سيزدان منكم استيورلار سيزدان استيورلار سيزدان ني استيورلار ماذا يريدون منكم بير ألاشم أرجي يقمنز يقمنز أن تعملوا بير ألاشم أرجي واسطة نقلين يريدون منكم أن تصنعوا واسطة نقلين في المستقبل نصل بير ألاشم أرجي يابليرسنز كيف هي واسطة النقل التي يمكن أن تصنعونها نصل كيف هي بير ألاشم أرجي واسطة نقلين يابليرسنز تستطيعون أن تصنعوا إذن ما هو وصف واسطة النقل التي يمكن أن تصنعها أشهدكي ماد دلري كل نراك يظلم لنستخدم المواضيع التي في الأسفل ولنكتب يعني لنستخدم لنستخدم النقاط التي في الأسفل ولنكتب أشهدكي التي في الأسفل ماد دلري المواد النقاط المحاور كل نراك باستعمالها يظلم لنكتب المحور الأول في الموضوع ندنب أراج مثلا هكذا نبدأ الموضوع إذا أردنا أن يكون الموضوع سهل سؤال هذا نعكسه نقول بيزدان برقلشم أرجو أو جالجك تبيزدان برقلشم أرجو يقممز استنرسا بو أرجو شويلة تصارلرز مثلا هذه وسطة النقل هذه نصممها بهذا الشكل ثم نتحدث عن السيارة ليس سيارة طائرة عربة يجرها حماران أو عربة يجرها قطبان دبيان أو أي شيء هذا أمر عائد لنا ما هي وسطة النقل التي سنصنعها نعم نكتب عنها ثم نكتب ندن بو أرج لماذا وسطة النقل هذه ما الذي يميزها مثلا نقول يبطمز بو أرج صالة يجاوف عيدالر بون لاردر مثلا الفوائد التي ستحققها وسطة النقل التي صنعناها هذا الآن نكتب أنتم تكتبون ما تشاءون لكن لماذا بو أرج لماذا هذه العربة لماذا هذه السيارة لماذا وسطة النقل هذه ما هي فوائدها ماذا يستفيد الناس منها وهكذا يعني اكتبوا أسباب تصميمكم لها بهذا الشكل النقطة الثانية أو المحور الثاني في الموضوع هنجي احتياج لر كارش لياجاك وسطة النقل هذه ما هي الاحتياجات التي ستلبها ربما تكون وسطة النقل التي تختارعونها محرك يكون تحت الحذاء ويأخذكم من دون أن تبذلوا جهدا ومن دون أن تركبوا سيارة وهكذا ربما يكون هكذا ماذا نسميها ستارة أو قماشة سوبرمان يضعوها ويطير مثلا لكن يكون الشيء منطقي أكثر طبعا تلبي أي احتياجات هزلوء لشم الوصول السريع أم مثلا تميز شفراء احتياج نو كارشولر مثلا تلبي حاجة تلبي الحاجة إلى بيئة نظيفة مثلا إذا كانت تعتمد على الحيوانات أو إذا كانت لها أو تعتمد على الطاقة النظيفة على الطاقة الشمسية مثلا وهكذا يعني نذكر ما هي الحاجات التي تسدها واسطة النقل التي اخترعناها أو التي صممناها المحور التالي نصو كل نلاجاك كيف تستعمل واسطة النقل هذه مثلا واسطة النقل هذه في هكذا وكذا وهكذا تستعمل وبهذه الطريقة تطير أو تسير أو تنزل من تحت الأرض أو تعتمد على سرعة الضوء فنضغط الزر فنكون في دولة أخرى في نصف ثانية مثلا وهكذا ماذا يعني نتحرك بسرعة الضوء ما هو بعد واسطة النقل هذه يعني أبعاد هذه طولها عرضها عمقها يعني صفاتها التصميم الخارجي كيف سيكون لونها خصائصها التقنية نتحدث هذه ما هي خصائصها ماذا تفعل وهكذا يعني نصمم واسطة النقل ونكتب عنها ما هي وسطة النقل التي نريد أن نصممها في المستقبل هذا الموضوع يعتمد على الخيال وثقافة كل شخص يعني وكل شخص هو حر في وسطة النقل التي يعني يصممها الآن موضوع المحادثة يقول لنا هذا مهم جدا جدا ما هي فوائد واضرار تطور وسائل النقل مثلا الآن وجدنا أكبر ضرار مثلا تطور وسائل النقل تطور طيارات انتشار الفيروس بسرعة مثلا فيروس الكورونا لو كنا نعيش مثلا قبل ألف سنة لا بقي في الصين ولم يصر إلينا لكن لأننا نعيش في عصر تطورت فيه المواصلات اليوم في الصين بعد ساعة في في بريطانيا مهما كان المكان بعيد لكن في يوم واحد ينتقل تنتقل كل أمرض مثلا هذه من الأضرار وهناك فوائد وهكذا إذن ما هي أضرار تطور المواصلات وما هي فوائد تطور المواصلات نفكر في هذا الموضوع ونتحدث ونتناقش فيه يقول لنا أشادكي مادلردن يرار لنا راك تارتشلم لنتحاور من خلال المواد أو النقاط أو المحاور التي في الأسفل أشادكي مادلردن من المحاور التي في الأسفل من النقاط التي في الأسفل يرار لنا راك بالاستفادة منها تارتش الله من نتحاور في هذا الموضوع أضرار ومنافع وسائل الاتصالات وسائل النقل وسائط النقل أولا النقطة الأولى ألشم مسافة سندة فرق ذك ألويورمو هل هناك فرق في مسافات النقل نعم مسافات النقل هل تتأثر ب مثلا وسائط النقل وتطورها وهل لهذا أضرار وفوائد أو هكذا النقطة الثانية هل يتأثر بوسائط النقل مثلا لم يكن هناك ازدحام صار في ازدحام السيارات الكبيرة تتسبب في الازدحام تطور وسائل النقل يسبب الازدحام أم يخفف الازدحام من فوائد تطور وسائل النقل أن الازدحام صار خفيف كل السيارات صارت سريعة مثلا ومن أضرارها أننا فتحنا طرق كثيرة واستهلكنا أراضي الزراعية كثيرة وهكذا مثلا وهكذا النقطة التالية يولجلوك سراصندا تكنولوجيك ينلك لاردان يرار لان يورمو يرار لان يورمو هل تتم الاستفادة من تحديثات التكنولوجية في وسائل النقل يولجلوك سراصندا أثناء النقل عندما نكون في الطائرة في الباص وهكذا تكنولوجيك ينلك لاردان من اللي ينلك لاردان تجديدات التكنولوجية يرار لان يورمو هل يستفادو نعم نتحدث عن هذا أيضا ثم زمان نصل ديار لان درليور كيف يقيم الزمن مع تطور وسائل نقل ثم صيرنا نستفيد من وقتنا أكثر بكثير قلب你是 من وقتنا هذا يبحث عن الأردان مidenفق النقطة التالية ص inn endeavor صلق إزمال الأموال صلاق إلا � BIлись with شبابة لم يكل seam ما هي العلاقة أو ما هو وصف العلاقة بين المهمة المهمة ت忙 وباق الاهضاء نقل الهضاء الهضاء يشب Acts الهضاء الهضاء يجل يقول كلما تطور يطamorph ينточر ما هي الهضاء إلى ELكMake الهضاء ومع الوقت يصبح أسرع و أسرع والآن صار عندنا مثلا ماذا عندنا طائرات إصعاف يعني أوتشاك أمبولانس أو هكذا المهم النقطة التالية كيف تتأثر البيئة بوسائة النقل مثلا تتضرر تتحسن وسائة النقل كلما تحسنت هل البيئة تستفيد أكثر أم تتضرر أكثر مثلا ديوكسيت أرتيورمو أظليورمو نسبة الكربون غاز الكربون تزداد أم تتناقص مثلا وهكذا نتحدث عن ما يتعلق بالبيئة ووسائة النقل ووسائة النقل تزيد مثلا الكربون الطرقات تأخذ من الأراضي الزراعية أو تأكل من الأراضي الزراعية ونتحدث عن هذا هذا هو موضوع المحادثة الموضوع المحادثة حتى نستطيع أن نتحدث في هذا الموضوع بشكل جيد يجب يعني أن نقرأ عنه أن نقرأ عن البيئة الأضرار التي يعني كيف تتضرر البيئة وهذه الأشياء كلها كلما قرأنا عنها أكثر وعن المواصلات كلما استطعنا أن نتحدث أكثر أقل شيء ممكن أن نفعله هو أن نكون قد حافظنا الكلمات وقرأنا الدروس بشكل جيد الدروس التي مرت علينا مسبقا في هذه الوحدة دروس المواصلات لتكون عندنا ذخيرة كافية من أجل الحديث في هذا الموضوع درس اليوم انتهى لا تنسوا استخراج الكلمات الغريبة واستخدامها في جمل مفيدة قراءة ما درسناه بصوت عالي كتابة الموضوع التحضير المحادثة والحديث فيها ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واختراحاتكم وانتقاداتكم البناء على العناوين الموجودة في مربع الوصف دامت البصنة مترقصة على شفاهكم والفرحة مليئة لقلوبكم ودمتم بكل خير نشكر كل من ساهم معنا في هذه القناة كداعم قويا أو متوسطا أو ضعيف ومعا نستمر ونتطور دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله